اشتركوا في القناة 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 من العوامل اللي بتخلي النادي الأهلي بتخطي أزماته مفيش نادي في الدنيا مفيش حد في الدنيا ما عندهش أزمات ولكن كيفية إدارة الأزمة هو قيمة الإدارة يعني بتيجي كده تبص لأي حاجة يعني الناس الأجانب تيجي تقولك الإدارة managing problem solving الإدارة هو أنت إزاي بتحل أزماتك فمفيش نادي في الدنيا ما عندهش أزمات نادي الأهلي أكيد عنده أزمات عندها التانية عندها أزمات نادي الزمالك عنده أزمات نادي الإسماعيلي عنده أزمات أندية الشركات عندها أزمات اللي هي أقل يعني pressure أو أقل ضغط ولكن إزاي بتعامل الأزمة هنا بقى نتكلم إزاي بتعامل الأزمة كابتن ثابت في هذا الفيديو بيوصل رسالة ورسالة يجب أن كل الكل الرسالة دي إلى الكل ما بنستثنيش حد كل الأهلوية اللي لعبوا جوة نادي الأهلي واللي بيدعوا أنه هم ليهم علاقة بالنادي الأهلي واللي بيقولوا للناس إحنا بنحب النادي الأهلي دي رسالة ليهم أن مبادئ نادي الأهلي معروفة التكتم وأن أنت لو عايز وعندك وجهة نظر قلها بس جوة المنظومة بقين تعالوا بقى تعالوا نتكلم نشوف النقد والحالة الغريبة اللي أنت تعيشها فيها دي الفترة في النقد الغير مبرر على النادي الأهلي في كل الفترات في كل الفترات من بداية الموسم لآخره وتلاقي فجأة حاجات ما كانتش موجودة فجأة نمنى صحيحنا لقيناها موجودة وبتوثار ويبتدي الناس تتكلم فيها في وسائل إعلام وناس حتى ملاقاش علاقة بالكورة إعلاميين سوالوش علاقة بالكورة ساب بقى كل حاجة ساب بقى أن الدولار بقى بكام ساب المشاكل الاقتصادية وسب إزاي إحنا نواكب العصر وسب كل المشاكل اللي في الدولة وبقت إزاي النادي الأهلي انتخباتهم زوارة يعني أكيد أنت عندك جدول تمشي عليه لأن أنت برنامجك المفروض أنه هو خدمي بيحل أو بيساعد على أزمات المجتمع أن أنت تتكلم في الحاجات دي ويجيب حلول لكن أنت بتتكلم وخلاص لأنك مش لاقي أي حاجة تتكلم عليها طب بتتكلم وخلاص حل المشاكل التانية عندك مشكلة بطالة عندك مشكلة أسعار زيدة عندك مشكلة كبيرة جدا اتكلم فيها ما تتكلمش عن نادي الأهلي لأن دي مش قصتك دي مش حاجتك تكلم في اللي تفهم فيه تكلم في اللي تفهم فيه ونرجع تاني ليه؟ ليه؟ الهجوم جاي لما نادي بيبتدي مرحلة من أهم مراحله وهي الإحلال والتجديد نادي الأهلي لو حضركوا تتذكروا في كل فترة من الفترات طبيعي أي نادي في العالم الناس الفنيين والناس اللي بتحبه الكورة وبتشجع كورة وفعلاً عايشها الكورة فهم الكلام ده كويس قوي وهم دول القاعدة الأكبر من جمهور النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر